موسيقى الشرطة طلعت بيام بخصوص الانفجار التم في اركويته اليوم من واحد من الشيك يعني طبعا الحادث حسب بيام الشرطة كان في التالت والنص صباح الاحد ثلاثة ونص صباح اليوم والبيان افتكر بيكون اذا احنا دخلنا على الهوى التسعة يعني تسعة تسعة ونص يعني وكد وكد كبير يعني في الوكد طبعا طلعت الروايات بيها الوقت صابت ملا الارهاب المشى في الارهاب المشى في داعش كل زول بيقى شغال ونحن منتظرين الصفحة دي تطلع من الشرطة سنتقول فيشنه انا افتكر يعني والكلام داته اطلع ماذا اللقوعات قدر دي ما محتاج الوكد ده كله يعني انه والله حصل انفجار في شرطة كان قريب من موقع الحادث بلغ ناسا نجده بانه في صوت انفجار بسيط بضاحية تركويت تأكد لاحق انه صادر من شقة في احدى البنات المنطقة تحركت قوة من الشرطة مضعونة بالخبراء العديل الجنائية المختصين في مسرح الحادث والمتفجرات وفريق متخصص من جهاز الامن والمخابرات الوطني تم اختحام الشقة وجدت بداخل مواد محلية تستخدم في صنع المتفجرات البداية وجوازات سفر اجنبية من خلال التحريات اتضح انه متهما بعينه بدأ في الصناعة تعبوة متفجرة الا انها انفجرت اصناع عملية الصنع والحاقت به اصابة طفيفة اضطرتوا لطلب العلاج في احدى المستشفيات القريبة التي رفضت علاجه دون ابلاغ الشرطة الامر الذي جعله يغادر دون علاج متابعات المكتب الصحب للشرطة تفيد بأن الشرطة الان في طريق الفكة تلاصم البلاغ والغبضة على المتهمين خلال الساعات علما بأن المواد التي تم ضبطها لا تعد مواد شديدة للانفجار وقت اتضح هذا من خلال ما خلفته من اثار طفيفة في مسرح الحادث والاصابة البسيطة التي لحقت المتهم طبعا الصور زاتة بتاعت ناس الشرطة هم زاتهم جو الشقة دي طلعت للرأي طلعت صور كثيرة فيعني انتوا ليه ناس الشرطة مداخرين الوقت تقولوا نحد ما نحد ما تجدوا تقولوا الكلام بعد ما خلاص يكون الناس قالوا روايات والموضوع انتهى غيرت طريقة غريبة شوية في بلادنا وما كان البيان بزاته في تفاصيله دي ما كان محتاج ينتظر الوقت دي كله الناس مشهودين سوريين وحدين مشهودين مصريين جوازات بتاعت فلسطينيين يعني قصة القصة فيها فيها كلام كثير لكن نحن حننتظر فك التلاصم ونعود للنقاش في حال البلد ضيف الصالون عوضوا حمودي وحوار ماتع ورشيخ كما قلنا المرة الفاتت لكن بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر